وذلك الانتماء للوطن مش سياسة المواطنة ليست سياسة السياسة اللي هي شغل الأوراق واختيار الأوراق المناسبة في أوقات مناسبة والتخلي عنها في غير هذه الأوقات دي سياسة البعض بيسميها دورتي جيم يعني لعبة مش مظبوطة يعني غير نظيفة لكن دي غير الوطنية خالص يعني أنا مواطن مصري منتسب إلى مصر أتمنى أن اللي يحكم مصر يريحني لأن أنا عضو الكنيسة مؤسسة وطنية ولكنها ليست مؤسسة سياسية الكنيسة لا تعمل أبدا في السياسة لكن هذا لا يمنع أبدا أن الكنيسة وطنية طمعا الانتخابات دي مسألة وطنية ما لهاش ضعب السياسة خالص احتكام للشعب لكي يكون الحاكم الموجود هو الذي اختاره الشعب لكي يحكم الدولة ومعه الشعب والشعب ما بينتهيش دوره عند اختيار رئيس الدولة أو رئيس الجمهورية لكن بيشترك مع الدولة في اختيار نواب مجلس النواب ومجلس الشيوخ كمان بيقول رأيه في المسؤولين عموما يعني لو اختير شخص في منصب وراحت شكاوى من الشعب في هذا الشخص لأن الدولة ما درستش الموضوع أو يعني ما عرفتهش على حقيقته طبعا هيتلغي يعني قصد الشعب له دور مهم بيشترك مع رئيس الدولة في الحكم طبعا وهي دي معنى الديمقراطية حكم الشعب